السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا بنهن طبعا منتخبنا الوطني الأول بفوزه بثلاثية مقابل هدف على توجو في توجو طبعا معي يا ضيفي الكريم الأستاذ محمد مجدى الناقض الرياضي أهلا مهلا كله تمام كله أستاذ المشاهدين طبعا النهاردة يعني الحمد لله يعني كسبنا توجو تلاتة واحد دي برضو حاجة كويسة نتصدر بفرق هدف والله يبص وحسام البدري تفوق على حاجات كتير أول أسبوع اللي فات ده بس هتزتكلم عن الكابتل طبعا حسام بدري غير مهضوم من الشجع الرياضي مش عارف ليه تمام مع أني احنا كنا في البداية بنطالب أن حسام البدري هو اللي يمسك المنتخب الأول تمام في نزل الوقت بصراحة يعني أنا مش شايف غير النهي طمعانا في المنصب تماما أكتر من مدير مدير فني بيتكلمه في جميع الكنوات وبيحلله على أن حسام البدري بيلعب بدون خطة فاشل في التك تك بتاعه وفي الآخر احنا دلوقتي دلوقتي أول مجموعة بفرق هدف عن جزر الأمر تمام وصلنا لللي احنا عاوزينه تمام دلوقتي أنا عايز أشوف الناس اللي كان بتنتقد من يومين هاي ايه رأيوهم النهاردة هيقولوا ايه يعني هيفضلوا باسم متقلين يعني ما عليش نغلب على منتخب توجو بس خارج الأراضي تمام غير مصنف يعني من المنافسون الأقوياء ماشي بس توجو برضك مش منتخب سهل ما فيش دلوقتي حاجة في أفريكا منتخب سهل يعني الكرة كلها تقدمت في أفريكا دلوقتي بس أنا بتكلم في ايه أن انا مجيش أموت مدير فني وإحنا داخلين على تصفيات آه أنا معاك أن المنتخب المصر المفهوض يعني معلش يعني يعني أساسيا هو دلوقتي بينافس على البطولة مليش دعب التصفيات يعني التصفيات دي بسيبها المنتخبات الصغيرة ما احترام بيليها يعني تمام أنا كمنتخب مصر من عملكة القارة تمام طب أداء منتخب هنا الوطني النهاردة في النهاردة آه نهاردة كان كويس آه يعني ممتاز بقى النتيجة بتقول كده تمام إنما في المباراة الأولى كان يعني متوسط آه ده يعنى كتير لينا ضربات جزاء الحكم سلامنا في المباراة الأولى كان على الأقل لينا ضربتين جزاء بس المستوى برضو ما كانش عالي عايزين نتكلم برضو بلينا مفيش المباراة الأولى بس هو الرجل بصراحة أنا النهاردة دخلت بصراحة أول ما شفت التشكيل لقيت سبع تغييرات عن المباراة الأولى حسام البدري لو كانت عادلة النهاردة كان هيدبح بصراحة كان يعني المفرامة مستنية لإني انت عدلت عن المباراة الأولى اللي انت كسبت بيها واحد سفر في القاهرة سبع لعبين مرة واحدة ودي عمرامة حصلت سبع لعبين تمام فكان بين الخيارين يا إما يفوز يا إما هيحصل أي نتيجة تانية وهيقابل بقى تمام؟ ربما تنهي مسيرته فسبحان الله يعني ربناه طيب يراك برضو في يعني طارق حامد النهاردة عدم مشاركته طارق حامد ما كانش كان غطبان من عدم مشاركته في المباراة الأولى طبعا طارق حامد دلوقتي احنا نداخلين على خمس سنين أساسي في منتخب مصر كمان لما تيجي ترايحه في المباراة داخل القاهرة فانت صعبش اه يعني انت دلوقتي يعني غصبنا عنه هو رجل يعني بص أولك الحاجة احنا نداخلين على فاينال أفريقيا طارق حامد لو اللاعب اللي هو يعني مصلحجي أو اللاعب اللي بيبص المصلحته مع عنديته بس كان قالك أنا إيه طب أنا ملعبش أخف على رجلي يحصل لأي حاجة عشان ما تعورش قبل إيه النهائي تمام بس سبحان الله الرجل ده بيراعي ربنا كويس بيراعيك لعيشه فعلا وعنده رقم واحد خدمة بلد وزي خدمة النادي واحد مفيش حاجة اسمها أميز ديه مصلحتي الشخصية عن الكلام ده يعني هو لو واحد غيره هيقولك مثلا عندي أي خبطة في الرجبة وممكن يلعب تسين دقيقة وما تشوفوش بعد هكذا تخبط إمتى ما تعرفش طب خطأ الإداريين بالنسبة للنظار بتاع عمر السلية آه برده خطأ برده يعني ميش خطأ فادح ليت بينا طبعا لأن إحنا طبعا أهل خبرة ده يسع قال ليه أستاذ محمد بركات بقى الكابت محمد بركات هو المسؤول عن الملف الإداري داخل الجهاز تمام؟ الرجل يعني 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 إيه ما عمر السلية ما كانش يعرفه أنه ما عنده طلعة نظارات طويل تمام؟ إزاي يعني؟ تمام؟ كانش عافل فجاء؟ أه أمال دور حضرتك إيه يعني فهمني؟ ونيجي نفجأ بعد المباراة أنه هو عنده ثلاثة نظارات طيب وبالنسبة للإصابة محمد هاني محمد هاني هي المصاب بالفعل فعل؟ هما بيقولوا أنهم صاب بس هو كمل التسعين دقيقة تمام؟ كمل طب يتصاب إمتى؟ ولو كان مصاب ولعب مع دي برضك مشكلة يعني معلوماتي معلوماتي إنها كورونا دي معلوماتي إن هو عنده كورونا نادي زمالك النهاردة برضو كيقولك أنا معلومة بصراحة محدش عارفها بها دلوقتي إن حازم إمام عنده كورونا؟ والله محد كان يعرف اللي النهاردة تمام؟ حازم إمام عنده كورونا دي مشكلة برضو كنتم فيه بس تعرفت حالية محمد صلاح إيه الإهمال اللي إحنا فيه ده بصراحة؟ إهمال بطريقة عشوائية يعني إيه لعيب المنتخب مصر قبل المباراة يروح فرح أخوه وده يخرج براحته ويرجع يعني مش فهم بصراحة فين المعسكرات وفين القائمين على المنتخب؟ لا ده لازم بقى ده فرح بقى محمد صلاح مباشي بس أنا دلوقتي عندي مباراة مهمة أهو ملابش كده خلاص يعني فهمني؟ جي عمل إيه؟ توقع مروح وبقى لازم أن ماشي مفيش مشكلة بس مش يعني لازم يكون فيها احترازية شوية؟ طيب آخر استعداد نادي الزمالك بقى نادي الزمالك بيتدرب بشكل طبيعي كل يوم كان النهاردة في تدريب بدني قوي المبرأة الجامعة خلاص؟ المبرأة الجامعة مش اللي جاي اللي بعدين ها؟ اللي بعدين ها؟ يوم سبعة عشرين اه يوم سبعة عشرين الزمالك على فهم السداد معدل اللعيبة طبعا الدوليين سواء اللعيبة التوانسة او المغربة اللي هو بين شاركي واساسي وعندنا هنا اللعيبين الدوليين مع متخب مصري ستة واثنين مع متخب الشباب يعني بحوالي بحوالي عندنا حصيل البتوانسة من بدا حوالي 12 لعاء ها حي على 8 استñaول القرآة 하루ة مردأ للان شاء الله بل يوم السوق لأيما اخر نهور طيب افضل مدرب حاليا في الصحة المسلحة الممن البنانا على الاستغتائى الممن طيب منا هقول لك الحاجة الممن البنانا على ايه انت화를 ديت مسيمانى ان هو افضل مدرب 2020 مع العلم ان هو اوخذ افضل مدرب 2020 في جنوب افراكي ازاي تمين ازاي اوخذ 2020 في جنوب افراكي افضل مدرب وعندنا في القاهرة واخد عشرين عشرين في جنوب افريقيا. ودي طبعا وفقا الاستفاقات مجلة اسمها واشواشا. هي نجحت انها تاخد التريند يعني تمام؟ تمام. لان ما فيش دميش استفتاء اصلا تمام. انت لما تحطيت ما ينفعش تحطت اصلا مدرب بسا جاي من شهر في استفتاء. تمام؟ كل المدربين افضل تلات مدربين كانوا في هذا الموسم. بس عايز اقول انه مدرب مباشر طبعا. عماد النحاس. مدرب جايد برضو. ما فيش مشكلة ابدأ بقى اقيمه امتى؟ من بعد النهائي اللي جاي. معلش ما يحترم ايديك لو خسر النهائي اللي جاي شكرا. اه ده كده احبه في السمع. اه. احنا على قصة بقولك اهو في مباراة واحدة تسعين دقيقة يا تبقى في السمع تبقى في سبع ارض. بس الكسة كلها في التقييم. انا دلوقتي ما اجاي. تمام نفو زمين طيب. زمالك طبعا. طبعا. انا بقولك الا الاهلي. بس اما اللي بتكلم فيه انت جاي تقيمني مدرب لسه جاي بقى له شهر. او انت مثلا شغال هي وشوشة شغالة مثلا ترفع معنويات المدير الفني للاهلي. طيب افضل لاعب محلي. محلي. اه. يعني بص هقولك مراكز. افضل مدافع محلي الونش. الونش. اه افضل جناح محلي بصراحة يعني. طيب افضل محتاج. زيزو في مصر. اه بن شاركي. في الموسم ده. في الموسم. افضل مهاجم. افضل مهاجم مصطفى محمد بلا مناسع. افضل حرس مرمى. بصراحة. طيب بالنسبة لي يعني تقييمك للمباراة المرتقبة مباراة الاهلي والزمالك. تقييمي ديها اما حاجة بس انها تطلع بروح راضية عالية. اتمنى يعني ان احنا بقى خلاص نوصل للليفل اللي هو الروح الرياضية وكلام ده. بلاش بقى شغل اللي احنا بنعمله مبعدين. يعني اتمنى يعني ما بقاش كلامه خواص. اه لان بصراحة بقينا في مرحلة اللي احنا داخلين حربة مع بعض فهمني. وده غلط على البلد كلها. يعني انا اتمنى المبرامج مستهلة يعني اه. عرس كبير. ومبرامج هتكرر تاني في التاريخ. واول مرة تتكرر في التاريخ. بس اهم حاجة عندنا. يعني مش عايزين الخسار مع بعض المباراة. ان شاء الله تكرر بإذن الله. انت كسبت. اه. اه. الف مبروك. اه. انا كسبت انت تقولي الف مبروك. كمي. اللي عايزين نوصل للمرحلة دي. يعني احنا خلاص بقينا متدنين قوي في بصراحة في الاخلاق في كرة القدم في المنظومة اللي نقول ليه بيساعد على كده بصراحة القائمين على المنظومة. مم. بصراحة يعني اسوأ ما مسكت اتحاد الكرة. اه. اللجنة الخماسية بصراحة ادارة سيئة بطريقة غريبة. وعشوائية في كراراتها. طبعا احنا طبعا. ما نفزتش. منتظرين طبعا. منتظرين ان شاء الله بإذن الله نكونوا. ولا وعد نفزته غير اللي هو بتاع الفار في الدور التاني فقط لغير. مفيش وعد. ونفزت برضي مع وعدها مفيش هبوط استعمال لخصبات. بالزبط. يعني دي. انا بقول لك جميع قراراتها يوصي زحمة سلبية بطريقة يعني غريبة. بصراحة يعني. اهم حاجة عندنا ان احنا نطلع بمرة بشكل طغير. ان شاء الله. انا بقول لك ان النادي الزمالك عاوزي ياخدوا الماتش. ان النادي الاهلي عاوزي ياخدوا الماتش. وطبعا اللي هيبقى حالة اللاعب داخل في نفس اليوم. داخل المستطيل الاخدر هي دي اللي هتفرم عنا دي. سيبك بقى من قبل الماتش بشهر. انا اهم حاجة عندي. وانا داخلها التسعين دي. مين اللاعب الاجهز نفسيا وبدنيا. هو ده اللي هيفرم عنا اللاعب. تمام. اه انما تعطوا اللي بقى التاريخ بيقول واخر مواجهات بتقول. الكلام ده معلش يحطه ايه. على جنب قبل ما تخش المباراة. انا دخلت المباراة بنسى اقول الكلام ده. اهم حاجة عندي. ان انا ادخل مركز. وعاوز هدفي ان انا بلع في التسعين دقيقة. منساش دايما ان فيه وراي مثلا مالين بيتشجعني. مستنية اليوم ده. مستنية اه دقايق. دقايق. يترفعك في السماء. يتنزلك لسبع ارض تحت. تمام. دقايق. يعني التسعين دقيقة بتلخ تصلك موسم كامل. كمين. المباراة مش سهلة. ان شاء الله نتمنى مباراة قيمة. ان شاء الله مباراة يعني طليقة بقبين كبيرين. بعمر الله. والعيفة دولية كلها. وعارفة يا عايزة ايه. وما فيش اي مشاكل يعني فهمني. بصراح اخوات مع بعض بيخرجوا مع بعض. في المنتخب دلوقتي عاديين مع بعض. يعني تلاعب من الاهل ولعب من الزمالك عاديين في غرفة واحدة. احنا بس الجمهير اللي عندنا بس ايه. عندها حالة يعني لا اخلاق فعلا في. يعني بيتناولوا مثلا بيناقشوا التوقعات والكومنتات على المواقع ومش عارف بطريقة بشعة بصراحة. ختاما نصر محمد حابب تشكر مين في الوسط الرياضي. داخل مصر. لا انا اصلا اشكر بصراحة الكائم على المنظومة الرضية داخل نادي الزمالك امير مرتضة. بصراحة انا بشكره جدا لانه فاصل الدنيا كلها راجل بصراحة. بيعمل لحالي. تعرفه امير مرتضة اولك انا معلومة. يعني ربما بعد نهاية افريقيا. ربما دي حاجة هتسمعها. ان مجلس دارة الزمالك هيقدم استقالته كامل. وامير مرتضة منصور. كانش عايز يعني مكانش هيكمل. ولكن برضك مستنى عشان محدش يقولك دهير ابن المهمة. مستنى بعد يوم سبع واشرين. صدقني بعد يوم سبع واشرين هتشوفهم فجأة كتير جدا. تمام. الرجل استحمل ضغط عالي جدا. على اقول لك. بيصرف من جيبه عشان خاطر فريق نادي الزمالك والله. حب اللي نادي وكاين نادي الزمالك واحد غيره هقول لك انا رايح دماغي. اركز في عملي الخاص. انا مش محتاج الكصة دي. ولا هو طبعا محتاجة شهر. ولا الكلام ده. ومستحمل وعمال يسمع من هنا ومن هنا وانتقاضات حد سواء على والده او عليه. شكر خاص لأحد خارج الوسط الرياضي. شكر خاص لأحد خارج الوسط الرياضي. نادي الزمالك والناقد الرياضي. هنطلع الفاصل ونسابل ضيوفنا الكرام. الكابتن هشام الدابي. مدربة كانت بنت نادي الاسماعيلي. واللاعب محمد عصام. لاعب نادي الشرطة الرياضي.